ما تنجي تتورد تسمع عليك ليسول تفتح التلفزيون الآن بلاوي ما أنزل الله وبأي من سلطان ينطلق محمد المتصر لإذيرك يمركك بر الإسلام بعد شوية يجيك الدرويش التهني عمك العجوز اسمه نوبة الفنانين والفنانات السرقادور عمك ده فاشل الله يديه الله يديه والله يلملم البنات فيهمت والأولاد ما عندهم موضوع نازل لابصلوا تراويح لا ما عارف عملوا شنون صاهمين النازل والله الغونة ده ما أقول زول صاهم أنا متأكد زول صاهم ما بسرخ السريخ اللي بيسرخوا الجماعة ديل فرفوري فرفر ثلاثة ساعة همتا بعديو طه سليمان بعديو مين ما عارف ليك البنة بعديو الفحيل بعديو ما عارف مناخور بعديو رشا طقت بعديو سجم رمات همتا وداك عمك قاعد بالعكاز بتاعه زي التحشيقة انت صوتك حلو وانت صوتك جميل عليك الله أغني لينا الأغنية سالة من شعرها الدهب فتدلى ومن سكب كل ما مرت به نسمة ماجة والطرب بالله ويت بالله يغني لينا أغنية العجب حبيبي الدهني تحية دموعي سالة بالله تحية ولا بمباندي همتا هاس ديلة الآن تلقاهم شغالين في رمضان استفيد من رمضان بتاعك عشان ما تطلع عطشان وجعان سايد والله يجد صوفي اهي عقيتك في الشيخ ايوة البرعي بنفع ويبضر اهي بقرة شنور رمضان لا لا طير بلا رمضان معك ما لك مع رمضان اتا قل لك لا لا والله اشترينا السكر واشترينا العبره شفتك وروش السكر دي وقول لك بها جيدات لأنه جهنم بعدين هناك جيدات ما في انت والله إلا التوب تتوب إلى الله تبارك وتعالى تقول البرعي ده لا ينفع ولا يضر وما بينفعك تقول أنا بعرف الله وبنادي الله لا لا إلا تكفر بكل الطواغيط التي تعبت من دون الله عز وجل في البلد كباشي صاهم ديمة مكاشفي ركيني برعي غيره ما عارف توري فينا بتاع بتاع الدويم داك انت ابو قرون كلهم الياقوت جد تكفر بهم لأنه الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقاء لم في صاملها انت فانت حرص كل الحرص ان رمضان ده ها تصوم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى عمل حسابك وقال بعد كم يوم قريد في جريت الدار قبل كم يوم قال شيخ اللمين ده بتاع الشيكسي بعد ما الله طفه شو من البلد دي ما شهيناك هولندا ولا ما يحمح محلا اللبن امتى اظنه اكله لبن جاو ما عارف شنو قال جاي راجع السودان قال واينا رمضان شهر عبادة لأنه ربنا عز وجل قال ها شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن قال داري اجي هنا يحيي ذكر الله عز وجل يعني تاني داري اجي يعمل لانا فيها اوح 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 حرتي سرتي لاهو الفجل لاهو البامبي انت ما شهيت لحد اهولندا لا عرفت فجل لا عرفت بامبي امتى جاينا ساكد قال تاني جاي السودان وانا اقول لك يا شيخ الامين تجي السودان تاني بنخش فيك شمال امتى ما بنح لي والله صحيح تمش اهولندا بريطانيا بلجيكا تجينا هنا مش صوفي ايوة وتدعو الناس الى عبادة المكاشف شيخك وسيدك البيعلم الغيب والبيعلم الجاية وبجيب الرائحة اهي بنحذر منك الامة الاسلامية احذر هذا المدعو شيخ التكزي شيخ المعارف ليك اهي شيخ الامين انت اوعد في البلد ما لا ندعى الباطل وتعى الضلال الا من رحم الله وانا كلام كثير لكن اقدم اخونا اهي الدين وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدته رحم الاله صداك يا قحطان